وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير الاستراتيجي مخلد حازم مرحبا بك سيد مخلد أبدأ معك من موقف الولايات المتحدة التي أعلنت اليوم عن تحالف بحري لكن ماذا عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وكيف من الممكن أن نقرأ ذلك بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لمشاهدين قناة التغيير يعني بالتأكيد قد نشهد في قادم الأيام تطور خطير بسبب زخم الاستهدافات من قبل الحوثيين على الملاحة البحرية وخصوصا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب فبالتالي هذه الملاحة هي تعتبر الرئة الاقتصادية لكثير من دول أوروبا التي تعتمد على الطاقة والحبوب التي تنقل من قبل هذه السفن عبر قناة السويس وإلى البحر وإلى دول أوروبا فبالتالي هذه الاستهدافات قد تشكل عائقا خطيرا يسبب في ارتفاع السلة الاقتصادية في أوروبا وهذا أكيد لن يتم السكوت عليه وأكيد يسبب خطرا إلى هذه الدول فبالتالي هذا التحالف الذي شكل من قبل الولايات المتحدة والذي أطلق عليه تحالف الازدهار هو لمنع هذه الاستهدافات ولمنع وقوع أي خطر على هذه السفن التي تنقل الطاقة وتنقل الحبوب إلى أوروبا فبالتالي أنا أتوقع أن الحوثيين قد عزموا أمرهم بزيادة كثرة الاستهدافات لهذه السفن البحرية وعلينا أن لا ننسى أن الحوثيين هم جزء من محور المقاومة ووحدة الساحات فبالتالي نرى أن عمليات الحوثيين قد تترافق مع عمليات فصائل المقاومة في الإراق وكذلك في لبنان لكن الخطر الأكبر هو ما يحصل من قبل الحوثيين على اعتبار أن حرب الممرات إذا ما دخلت حيز التنفيذ فأكيد سوف تسبب خطرا جسيما في المنطقة وهذا ما لا يتمناه الكثير نعم ذكرت سيد مخلد أتطور على صعيد ما يجري اليوم الجميع يستغرب من الرد الأمريكي أو هذا الصمت أو تخوف حتى من التصعيد مع الحوثيين في هجماتهم البحرية تكتفي أمريكا اليوم باعتراض الصواريخ إسقاط طائرات مسيرة لكن لا يوجد إلى غاية الآن رد فعل أمريكا على أرض الواقع كيف سيكون شكل هذا الرد بعد هذا التحالف يعني أنا أعتقد أن هذا التحالف الذي تحاول أمريكا إنشاؤه فيه أهداف وغايات كثيرة يعني سوف تجعل الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية وسوف يعني ترفع الرأي الحمراء بوجهها وبالتالي تصبح عملية استهداف الحوثيين فيها شرعية دولية أنا أتوقع قادم الأيام ممكن أن نرى استهدافات لقيادات في حركة الحوثيين استهدافات لمناطق ومواقع مهمة استراتيجية للدعم اللوجستي أيضا في اليمن كل هذه المعطيات ممكن أمريكا قد وضعتها في حساباتها ووضعتها في بنك الأهداف التي هي رسمتها فيما يخص هذه المنطقة لأن حقيقة يعني الموضوع لا يمكن السكوت عليه إذا ما استمرت هذه العمليات في هذه المنطقة وخصوصا هذا الموضوع يهدد التجارة العالمية فأكيد مع قرب انتخابات بايدن يريد أن يحقق شيئا يقدمه إلى جمهوره لكي يعاود انتخابه فقد نرى أن هناك استهداف حتميا ومؤثرا للحوثيين في قادم الأيام نعم سيد مخلد ماذا عن طهران التي باتت اليوم على خط التصعيد الإقليمي في المنطقة بمعنى هجمات الحوثيين وحتى الفصائل في العراق وكذلك حزب الله ماذا سيتم أو كيف سيتم اليوم احتواء هذا الاحتراق الإقليمي صحة تعبير يعني دعنا نتكلم بصراحة إيران لحد هذه اللحظة تحاول أن تنأى بنفسها بصورة مباشرة من الاشتراك في كل العمليات يعني هي في أكثر من تصريح لوزير خارجيتها لرئيس سيد رئيسي وغيرهم دائما ما يقولوا نحن نقف على الحياة في جميع المواقف وليس لدينا أي يعني فاعلية في ما يحصل من قبل فصائل المقاومة وفصائل المقاومة هي من تعمل بمفردها وتندد بالعمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد ما يحصل في غزة لذلك هي تحاول أن لا تعطي يعني شيئا ملموسا على اشتراكها بهذه العمليات تدع فوائلها وتدع أدرعها هي من تتصرف وفق استراتيجية هي رسمتها متى تصعد وأين تصعد يعني من خلال رؤيتنا أنها تصعد مع أدرعها في العراق من أجل الضغط على الجانب الأمريكي ممكن للحصول على مكاسب في جعل إيران تحصل على الديون أو الأموال المجمدة أو فتح طاولة حوار الملف النووي من جديد والحصول على مكاسب في قبالة هذا الموضوع وكذلك من الحوثيين يعني ممكن أن تجعل إيران هي المسيطرة في هذه المنطقة وأيضا لغرض التفاوض في مواضيع يعني تصرف في مصالحها الشخصية إيران نعم هي تعمل من أجل مصالحها لكن أدرعها هي التي تعمل في المنطقة اليوم يعني نسمع أن وحدة الساحات أو محور المقاومة هو ليس لديه قرارا واحد كما صرحت به السيد حسن نصر الله وقال بأن هذه الساحات يتعمل بصورة مستقلة وكل يعمل من ضمن المنطقة الذي يتواجد فيها لكن الأخطر في هذا الموضوع هو ما يحصل في البحر الأحمر لأننا إذا ما دخلنا في حرب الممرات المائية وقد تتأثر بها مصر لأنها سوف يعني تقل عملية دخول السفن إلى ميناء السويس وسمعنا اليوم شركات عالمية كبرى تريد تغيير في خط الملاحة باتجاه رأس الرجاء الصالح وهذا أكيد سوف يعني يسبب كلفة في زيادة المواد التجارية وكذلك نقل الطاقة والنفط كل هذه المحطيات يعني أنا لا أرى أن الغرب وأمريكا ستبقى صامدة بوجه ما يحصل لأن هذا يشكل خطرا كبيرا على الوضع الإقليمي والدولي نعم العراق ليس ببعيد عن هذا المشهد كما تعلم سيد مخلد هل أصبحت الدولة اليوم بين فكي كماشا الفصائل من جهة وضربات واشنطن من جهة أخرى وتبادل الهجمات بين الطرفين كيف من الممكن اليوم للعراق أن يخرج من هذا المأزق حقيقة حكومة سيد محمد الشياء السوداني يعني حقيقة في وضع حرج وأمامه خيارات قد يكون أصعبها مر بالنسبة لسيد السوداني اليوم في العراق يعني عندما نبحث في موضوع فصائل المقاومة فهنا لك تنسيقية المقاومة التي هي اليوم جزء فاعل من الحكومة العراقية ولها تمثيل في الوزارات وما بين المقاومة الإسلامية العراقية التي تشكلت بعد عمليات طوفان الأقصى هذا الموضوع يعني يحاول السيد السوداني خلق توازن ما بين هذه الفصائل وما بين الوجود الأمريكي الذي يعتبر وجودا يعني صرح عنه وقال أن هؤلاء هم الأصدقاء وهم يتواجدون بصفة رسمية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي هذا الموضوع يجعل استهدافات التي تقوم بها فصائل المقاومة تجعل السيد السوداني في حرج كبير أمام المجتمع الدولي كبلد قائم لديه سيادة ولديه أجهزة أمنية ولديه قوات مسلحة فالموضوع حقيقة أمريكا خلال الفترات السابقة هي لم تتعامل مع الفصائل في عمليات الرد لأنه اعتبرت أن هذا الموضوع هو يختص به من أعمال الحكومة على اعتبار أنها حكومة ذا سيادة ولديها اتفاقات فحماية أمن السفارات والقواعد الأمريكي هي من واجب الحكومة العراقية فلم تتعامل لكن عندما الموضوع تطورا في قواعد اشتباق غير طبيعية عندما بدأت تأثير يكون بواصلة الصواريخ باليستية أو عندما بدأت تأثير يكون في قواعد وبنى تحتية أمريكية وحتى في الأشخاص فأمريكا اعتبرت سياسة الاحتواء قد وضعتها وذهبت باتجاه سياسة جديدة هي سياسة الدفاع على النفس وحماية القواعد وأمن القواعد هذا الموضوع أكيد يعني صعب على السيد السوداني أن يخلق توازن ما بين هذه الجهتين فلذلك نسمع من هنا وهناك حتى الخطابات والبيانات التي تصدر من الحكومة هي تندد بالعمل وبنفس الوقت تعتبر من يقوم بهذا العمل خارج عن القانون هذا ما تستطيع عمله الحكومة في الوقت الحاضر لأنها غير قادرة على يعني حقيقة على يعني ضبط إيقاء هذه الفصال التي تعتبر هي من واجبها الشرعي أنها ترد على القواعد الأمريكية ردا على ما تقوم به بإسناد الكيان الصهيوني على ما يحصل في غزة نحن نعم كلنا مع غزة لكن عندما نتكلم في العراق وأمن العراق وسيادة العراق علينا أن ننظر إلى العراق كبلد نعم يندد ويستنكر الأعمال في غزة لكن في نفس الوقت علينا أن لا نضيع هذا البلد في ما وصل إليه اليوم من استقار وخصوصا نحن عشنا فترات عصيبة أيام داعش وقبل داعش يعني سنين عجاف عاشها الشعب العراقي فعندما تنفسنا الصعدة شيئا وابتعدنا عن المفخخات التي كانت يوميا نصح على مفخخة هنا ومفخخة هناك اليوم يجب أن نحافظ على هذه الاستقرار الأمني وهذه الوحدة العراقية هذا يعني واجب الحكومة وواجب الأجهزة الأمنية لكن هل نستطيع أن نصل في نهاية المطاف إلى اتفاق حقيقي مرضي بحيث يستطيع السيد محمد الشياء السوداني إيقاف وضبط إيقاع عمل الفصائل في نفس الوقت هو يعني يستمر في دبلوماسيته وسياسته واتفاقياته الخارجية لأننا نتعامل مع شرعية دولية مع دول تريد من العراق أن يستقر لأجل أنه يكون الاستثمار واضح المعالم في العراق وهذا الاستثمار يحتاج إلى أرضية أمنية خاصة نعم كنت معنا من بغداد الخبير الاستراتيجي مخلد حازم شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة